في الواقع دستور البحرين ينص على تمكين ومنح وأن المرأة متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات وما إلى ذلك وكما أن القوانين يفترض أن يتم تنسيقها وفق الاتفاقيات التي وقعتها البحرين وكل ما ينشر ويكتب بأن المرأة البحرينية هي متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل من الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي والآخرة ولكن حتى هذا اليوم لم يتم تفعيله بشكل حقيقي على الأرض الكثير من الأمهات البحرينيات مع ظننا يناضلنا من سنوات طويلة من أجل تمكين منح أبنائهم الجنسية البحرينية ومع وجود أبنائهم على أرض البحرينية تلك السنوات حتى مثلا فوق العشرين سنة ومع ذلك لم يتمكن أبنائهم من الحصول على الجنسية البحرينية وفقد أن الأم بحرينية على هذه الأساس أنا أعتقد بأن النصوص موجودة والقوانين موجودة ولكن التفعيل على الواقع غير موجود لأن هناك تمييز ضد المرأة المرأة الرجل عندما يتزوج أجنبية ينص القانون بعد خمس سنوات يستطيع مخاطبة وزارة الداخلية لتمكين الاكتساب الجنسية ويحضر الإتباطات عقد الزواج والإقامة لمدة خمس سنوات وتم الإجراءات لتمكينها من الجنسية ولكن البحرينية عندما تتزوج لا يمكنها أن تمنح لا زوجها ولا يمكنها أن تمنح أبنائها حق الجنسية حتى هذا اليوم يعني الأعداد بطيئة جدا بالنسبة للعدد الذي تقدم في الحصول على الجنسية البحرين ولكن التمييز سيد الموقف في البحرين